من جانبها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية في مجمع سلمانية الطبي أكدت أهمية الإفصاح عن معلومات المخالطين لتجنب ارتفاع عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا في مملكة البحرين الحالات القائمة نتيجة المخالطة هي الأعلى في العدد وهذا يأثر على العدد بصيغة يومية مما يدل على أهمية أخذ الحيطة والحذر الواجبين للحد من انتشار الفيروس في نفس الوقت مهم جدا الإفصاح عن المخالطين فهذا يسرع من عملية الوصول إليهم التشخيص والعلاج ادخالهم في مراكز العلاج الحصول على العلاج المناسب حتى لا تطور الحالة ولا توصل إلى مرحلات ممكنة تدخل في العناية المركزة في نفس الوقت لما نوصل المخالطين في الوقت المناسب هذا يقلل من عدد ونسبة انتشار الفيروس في المجتمع لأنه ممكن يكون أي شخص مننا مصاب بالفيروس ولكن لا تظهر عليه الأعراض وهذا جدا مهم في الوصول إلى الفحص من البداية في وقت مبكر للوصول إلى تشخيص المناسب في نفس الوقت نشجع الجميع للإقبال على التطعيم فالأرقام التي تفضلت بها أخي الزميل مقدم طبيب مناف القحطاني بعرضها قبل قليل أثبتت طبعا فعاليته فعندنا نتائج الموجودة على مستوى مملكة البحرين وعندنا نتائج العالمية والتي أصدرتها الدراسات العالمية بخصوص هذه اللقاحات بأنها فعلا فعالة ومأمونة ونحث جميع الأشخاص بالذات الأشخاص الذين لديهم أمراض كامنة أو الذين يكون عندهم عوامل كامنة أو يكونون أكثر عرضة إلى الخطر هذه الفئات هي فئة الحوامل والأمهات المرضاعات للحصول على التطعيم حيث أثبتت اللقاحات إن مأمونيتها في هذه المجموعة